ومن الناس من يبعثه ساجدة واحد يخرب من قبر بتاعه ايه ينفض الطراب وهو ساجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله اللهم لا مانع لما أعطيت ملك ايه 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 اسمات فالصلا مات مصلية خد بالك والسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتم طيب شفنا الجانب المنور ما تيجي نشوف الفريق التاني لأن الشيء بالشيء يذكر ومن الناس من يخرج من قبره وحوله أطفال صغار يجرونه إلى النار جرا يا رب والله يا جماعة يسمع أشعر بيجرون وياخدونه كده للنار مين ده؟ آه الناس تستغرب في أرض المحشر عمل ايه؟ اسمع كده عمل ايه؟ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا سلم يا رب خد بالك أكل مال اليتيم مش بس إن أنت تحرمه من الميراث لا إنما أكل مال اليتيم ده باب كبير أوي فحضرتك لو خدت مال اليتيم وأخرته من ساعة مثلا مكان الجنيه أو الدولار بتلاتة أربعة جنيه مثلا أو الدهب بتلاتين أربعين جنيه وتيجي تدهوله دلوقتي بنفس السعر تعال يا ابن إنت لك عندي أبوك مات الله رحمه العشرين سنة وصيب لك مئة ألف المئة ألف هم فيقصفني أقولك أن أنت آكل مال اليتيم ليه؟ ما أنت لو بتاع ربنا تدوله بسعر النهاردة ولما تأخر ميراث اليتيم فأنت آكل مال اليتيم ولما تغبن اليتيم وتظلم اليتيم يبقى أنت آكل مال اليتيم ولما تضحك على اليتيم في الحسابات فأنت آكل مال اليتيم ولما تدي الست الأرملة اللي أنت مستولى على كل شيء وما تقدرش تفتح بقها لأنها لو فتحت بقها لها ينبهى أبيض ولا حمر وهتضيع عيالها يبقى أنت آكل مال اليتيم يا جماعة والله الدنيا اللي بنتقتل عليها دي كلها في النهاية أنت آتنام في تسعة أشبار من الأرض